حضور المصريين بهذا الشكل أعتقد أنه بعث رسائل كثيرة جدا ليه مش بس داخل مصر لا للإقليم كل وللعالم المصريين أرادوا أن يقولوا كلمة لكل العالم أن هذا الاستحقاق أولا استحقاق هو الأهم ثانيا أن المصريين يقفون بجانب بلدهم وخلف مؤسسات دولتهم وأن الموقف المصري الوطني في الفترة ما قبل الاستحقاق كان موقف هناك حالة من المخاطر التي تهدد الأمن القوم المصري وبالتالي أعتقد أن المصريين احتشدوا ليقولوا كلمتهم في هذا التوقيت الحساس والحرك في رأيك هل ما تبعناه من حرب في غزة كان له تأثير بشكل أو بآخر على حالة الحركة السياسية الموجودة في مصر وعلى رافع وعي المواطن بفكرة أهمية وجود قضية يعني سواء الإيمان بوطنه بالتأكيد وبقضايا الأمن القومي الخاصة بوطنه وببلده مصر حالة الحركة السياسية كانت في أشدها منذ الإعلان عن الحوار الوطني والحوار الوطني مقدرشي يعني الأحداث السياسية عموما لا نستطيع قرائتها بتجزئة المواقف أو بفصلها عن بعضها البعض ولكن يعني في البناء السياسي المصري منذ 30 يونيو والاستحقاق الدستوري وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية وشيوخ وانتخابات برلمانية رئاسية أخرى في 2018 فحنا بنتكلم فيه يعني بناء بيتم خطوة خطوة على مدار أكتر من استحقاق فعلا المشهد بيتطور بيتطور وبالتالي يعني حافز أساس المصريين فكرة المشاركة وأعتقد أن الحركة السياسية الشديدة اللي شاهدوا الحوار الوطني اللي أطلق ونتائجه والاستماع إلى أصوات متعددة وأصوات متنوعة مصرية سياسية من مختلف ألوان الطيف السياسي المصري في سابقة هي الأولى من نوعها أيضا على مدار تاريخ مصر الحديث والمعاصر لم يجلس المصريون على مائدة واحدة من كل هذه الأطياف بهذا العدد بهذا الكم من الساعات وبهذا الحوار المفتوح بدون محذورات وبدون سقف إلا سقف القانون وبالتالي هناك حالة من الثقة استشعرها المصريين يعني فيه مخرجات كثيرة للحوار الوطني وأعتقد يعني من الأخبار الجيدة والإيجابية والجميلة جدا في المجال السياسي أن يستمر هذا الحوار الوطني ومستدام وبالتالي نحن نرسخ لفكرة الاستماع للآخر قبول الآخر فكرة التعددية ترسيخ الديمقراطية والتأكيد على أهميتها من خلال استمرار هذا الحوار الوطني أجي بقى لحضرتك على مسألة مجرة من أحداث سياسية أو مجرة من اعتداءات أو عدوان من سلطات الاحتلال على أهلنا في غزة والموقف المصري الشجاع والجريء والحاسم والذي أصر على الثوابت المصرية الوطنية في حماية الأمن القوم المصري وفي حماية القادرة الفلسطينية والدفاع عنها بغض نظر عما عن الفاتورة التي يمكن أن تشددها مصر مصر تشدد فواتير كثيرة جدا فيما تعلق بالقادرة الفلسطينية منذ 48 حتى اليوم ومستمرة مصر في مواقفها السياسية وقياداتها السياسية في هذا الموقف ومؤسسات الدولة بأن القادرة الفلسطينية لا يمكن تصفيتها وأنا كصحفي أو كمواطن مصري أنا أقول أيضا لا يمكن تصفيت القادرة الفلسطينية طالما هناك عاصمة اسمها القاهرة هناك دولة قوية اسمها مصر